حركة دؤوبة ونشاط اقتصادي يتزايد يوما بعد آخر هكذا يبدو سوق مديرية حيران شمال محافظة حجة في ظل حصار الميليشية المفروض على المناطق المحررة ومنع الأهالي من التنقل إلى أسواق حيران وعاهم يصبح توفير المواد الغذائية الأساسية إنجازا كبيرا وخطوة تخفف من حدة الحصار الأشياء متوفرة ولكن الأسعار عندنا مرتفعة الأسعار عندنا مرتفعة في الخضروات يعني خاصة واتقطع أحيانا أحيانا تقطع عندنا يوم ثلاثية من قطع من الخضروات نحن مقطعين من جهة أبس يعني حصلنا الميليشية الحوثية لا خروج ولا دخول ما معنا لهذه المواد التي تدخل عليه خط ميدي نحن في ذمة الله ثم في ذمةهم حصار الميليشية لسكان ونازحي مديريات شمال حجة لم يكن من خلال عدم فتح ممرات إنسانية فقط بل شمل تفخيخ الطرقات الترابية والإصفلتية بالألغام والعبوات الناسفة ما أدى لوقوع ضحايا في صفوف المدنيين والإضرار بممتلكاتهم وجعل هذه المناطق تحت الحصار الملغوم بعد أن منعت الميليشيات الحوثية مواطني مديريتي حيران وميدي من التنقل إلى عبس وجلب احتياجاتهم الأساسية عملت السلطة المحلية على توفير السوق البديلة كشريان وحيد لتوفير احتياجات السكان هذه الشاحنات الكبيرة تدخل يوميا من أسواق المملكة العربية السعودية محملة بالمواد الغذائية والبضائع والمشتقات النفطية عن طريق تجار يمنيين سمحت لهم سلطات المملكة باستيراد البضائع للمناطق المحرضة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حجة وذلك لإنقاذ ثلاثين ألفا من الأهالي والنازحين السلطة المحلية سعت جادة وعلى رأسها الأخ محافظة المحافظة للتواصل مع الأخوة الأشقاء والأخوة الأشقاء الحقيقة كانت استجابتهم كبيرة معنا جدا جدا في هذه الجوانب استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نوفر جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية لهذه المناطق حصار الميليشية بحق هذه المناطق يضاف إلى سجل الميليشية اللا إنساني ما يحتم على المنظمات الإغاثية والإنسانية المحلية منها والدولية بالضغط على الميليشية وتحميلها مسؤولية المعاناة التي يواجهها السكان والنازحون فضلا عن السعي لفتح ممرات إنسانية للأهالي وضمان حرية تنقلهم في محافظتهم المنكوبة سليم المخلافي حيران